بينما كان المسؤولون العسكريون في الولايات المتحدة يستعدون لتنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب بشن ضربات على أهداف إيرانية تلقوا فجأة أمرا بإيقاف التنفيذ من دون إضاح الأسباب هكذا عبرت مجلة نيوزويكي الأمريكية عن الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط وعن حالة التردد التي تعيشها الإدارة الأمريكية إزاء التوتر المتصاعد مع إيران فمن جديد تنفذ طهران تهديداتها وتشعل الأجواء بإسقاط طائرة استطلاع أمريكي مسيرة فوق الخليج العربي خطوة رآها كثيرون فاصلا بين مرحلتين في التعامل الأمريكي مع طهران وبخاصة أن إيران سبقت ذلك بهجمات طالت آخرها ناقلات نفط في خليج عمان غير أن التراجع الأمريكي عن تنفيذ هجوم عسكري ضد إيران فتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن جدية إدارة ترامب في حسم خياراتها إزاء سياسات النظام الإيراني لا سيما أن جولة في آراء ترامب القديمة ربما تكون كفيلة برسم صورة أكثر وضوحا عن الرجل وآرائه فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط فبحسب موقع ديلي بيست الأمريكي فإن ترامب في العام 1987 هاجم السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي وقتها دونالد ريغان قائلا إن العالم يسخر من سياسي أمريكا الذين يقدمون الحماية لسفن لا يملكونها تحمل نفطا لا يحتاجونه وتذهب إلى حلفاء لا يقدمون المساعدة ترامب إذن لا يبالي بأمن الممرات المائية الدولية ولا يهتم بتهديلات إيران وتدخلاتها في شؤون الدول العربية وإنما فقط يريد حسب تصريحاته أن يجبر نظام طهران على الجلوس إلى طاولة التفاوض وإبرام اتفاق النووي الجديد يقيد طموحات إيران العسكرية ويضمن الحفاظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بما تضمن أمن الكيان الصهيوني أمام هذا الواقع فإن الولايات المتحدة في رأي مراقبين ربما لن تقدم على تنفيذ هجوم عسكري ضد إيران إلا بالقدر الذي تسمح به مصالحها في المنطقة وبما يضمن استمرارها في استنزاف خيرات حلفائها من خلال تخويفهم من شبح التهديد الإيراني لأرضهم ومصالحهم الحيوية